الموسم التضح الكعكة كلها واضحة عرفنا مين اللي احتكروا الموسم السنة هذه الهلال والاتحاد أو الاتحاد والهلال يعني كأنك تقول وحدة عندك وحدة عندي وحدة عندك وحدة عندي طيب والبقية ما وحدة عندك وحدة عندي حتى ليك وحدة لي هذا اللي صار في الموسم شوف رغم من الفريقين من الفرق اللي مرت فيه ظروف استثنائية في هذا الموسم ممنوعي من التسجيل كثير لكن سبحان الله انختم الموسم واحد اخذ الدوري واحد اخذ الكاس واللي اخذ الدوري اخذ السوبر خلاصنا انتهى الموسم ايش تأثير هالقسمة هذه يعني كأننا ركبنا آلة الزمن وعدنا الى الايام الخوالي تذكرون ذيك الايام الخوالي ايام ايام وبطولة عندك وبطولة عندي الدوري عندك والدوري عندي قصة قصة عظيمة في هذا الدوري السعودي ومن هنا كان وجهة نظري دائما انه قمة الهلال والاتحاد او الاتحاد والهلال رغم التنافس الساخن بين الناديين لكنه يمثل واجهة مشرفة للتنافس لكرة القدم السعودية دون التقليل من البقية الاندية المتنافسة عندنا النصر الشباب ان شاء الله الحمد لله على السلام رجع الاهلي وقد يظهر منافس جديد يعني يمكن تصير سالفة التعاون ما هي ظهور واختفاء لا ممكن التعاون يكون واحد من المنافسين المهمين الموسم الجاي ممكن تلاقي الفتح يقدر يرجع ينافس ممكن نادي من الجنوب ضمك او ابها احدهم يكون لها بصمة عندكم نادي الرياض نادي الرياض حط عينك عليه هذا مو طالع يطل ويمشي الرياض هذا مو جاي يقول بساكم رب الخير ها انت الدوري لا 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 هذا ممكن يعني الامور تتطور معه مع عدة مع السنوات القادمة الاتحاد والهلال تقاسموا الموسم يا حلوكم